هذا العنوان الطريق إلى الجنة يتكرر كثيرا لأن أعظم الفوز أن يدخل العبد جنة الله تعالى وأن يتلعم بنعيمها وأن يتلذذ بلذاتها وأعظم هذه اللذات لذة النظر إلى وجه الله تعالى وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الزوالة الجماعة في الدنيا دي بيبتلى بالأمراض بالفقر يبتلى بموت الأقارب والأحباب يبتلى بالضيق يبتلى بالهموم بالغموم بغير ذلك من أنواع البلاء لكن العبد المؤمن إذا جاءه الموت فإنه يبشر بالخير لذلك قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين لا غير إلى هذا والزولة جماعة لمن الله يرحم سبحانه وتعالى في الموت وبعد الموت وبعدين في القبر وبعدين يوم القيامة وبعدين الله يدخل برحمته وفضله سبحانه وتعالى الجنة الجنة فيها أصناف النعيم والملذات كما ذكرنا طعام أهلي الجنة ذكره الله في القرآن ذكر شرابهم ذكر لباسهم ذكر أنهار الجنة ذكر الظلال ذكر الثمار ذكر الذين يجالسونهم من الأنبياء والرسل والأخيار ذكر الفرش ذكر الأزواج الحور العين أشكدها الله سبحانه وتعالى قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون متكئين عليها متقابلين يطوب عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون الشيء للتدائر من الفاكهة تختار ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون في مرة في الدنيا كأمثال اللؤلؤ المكنون مغبشات والرقش ماليها غبار وبلاوي وضارب وماستيق وبأستيق ساعتين ولا تلاثة القد بيتين جنب القسم واحد قالت ما أشاء أطلع تصديق لحفلة ديني غابة تروا النغاب ده طلت ساي سواه من الشمس والله ما زاوى دين لله تعالى هو دين لكن ما زاوى دين لله تعالى ومن الشمس شاكله زاوى لا بلاوي عليم ربا ما شا تصديق بتاع حفلة دارة غني وبلبلة يقدر لنا دي آخي نساء الله العافي إلا من رحم الله تزوجة بالحلال إلا من رحم الله تعالى وعدات تغييات ومحترمات ومعدبات وزهدات لكن دي كتار منين بالحلال جبت تدعبك ومي جب لنا زتائر ويجب لنا يا مرة ستائر بتاعشنا وبيت هجار ستائر بتاعشنا ويجب لنا دستا وكذا وبيجاه وإلى آخري ومشاكل وعشة وفطور وغدو وحاجات كثيرة جدا وتعب في النهاية وتجد صر عليك من غير أي سبب في السوق ساوي مشاكل وفي البيت تسوي لك مشكلة وحاجات كثيرة وتعب وقوالات وتحاريش إلا من رحم الله تعالى وقدر ما تمش للآخرة هي تجرك للدنيا تجرك للدنيا هنا قال لك وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون لؤلؤ مكنون يعني محفوظ مصون هناك في العيادة التانية قال وعندهم قاصرات الطرف عين قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن لكن تباراك بس لكن نعيم عظيم جداً في الجنة يا ما أزول بخش الجنة دي كان في الدنيا تعبان وكان في أرض المحشر والوقفة اجي ادخل الجنة إلقى الظلال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود صدر النبق لكن ما في أشوك مخضود وظل ممدود الظل لما نبقى قدرك ببدأ يسخن أصغر منك ببدأ يسخن ده ظل ممدود كبير وما إن مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع مش شهر تزعة في شهر عجرة ماف لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء الله لما ذكر الظل وذكر الموية وذكر الطعام وذكر الفرش يابلك ذكر الأزواج إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار بكر في الدنيا دي حديث حسن الألبان من رواة بن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب السنة جمال لا مثيل له في الدنيا شكاية مع المؤمن دلوا صبر المؤمن دلوا صبر دلقى النعيم لكن يصبر كيف إذا الإيمان بضعف والزول بقع في المعاصي يأهو بباري الشهوات كله والإيمان قوى وعرف أن ما عند الله خيره وأبقى كان غض بصره في الدنيا ما كان خش في اليوتيوب اتفرج في البنات ولا خش في النت يعاين للأفلام ولا في الشوارع اتلفت للبنات المدبرجات ولا كان قلبه بتلخبت كرم قدام قدام فحي على جنات عذن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم